مجهز الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم أشهد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركان بالجهود النضانية الكبيرة التي يقدمها أبناء محافظة الحديدة في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وكذا البركان خلال لقائه محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية والقيادات التنفيذية بالمحافظة أن محافظة الحديدة كانت ولا تزال هي أحد أهم الروافذ الاقتصادية والتنموية لليمن مجددا اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة وأبنائها والاهتمام في تعزيز مشاركتها في العملية السياسية والتنموية في كفة المراحل وسمع رئيس مجلس النواب إلى شرح حول الأوضاع التي تعيشها محافظة الحديدة بشكل خاص وإقليم تهام بشكل عام وما تعانيه المحافظة من مآسي إنسانية نتيجة ما تقوم به ميليشيا الحوثي وما ترتب عن عدم تنفيذ اتفاق السوكولم من قبل تلك الميليشيا وفضيها الحصار الدائم على المحافظة وأبنائها استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم زبيدي بمكتبه في العاصمة السعودية الرياض دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد المالك سعيد وطلع زبيدي من خلال اللقاء من رئيس الوزراء على مسجدات الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا وذلك جراء الحرب وشدد الزبيدي على أهمية إنعاجل اقتصاد وتحسين الخدمات ووضع حلول عاجلة لإيقاف الانهيار المتسارع للعملة المحلية مشيرا إلى أن ذلك يعد أولوية عاجلة على طاولة قيادة القيادة الرئاسي الجديد والحكومة وعلى الجميع تحمل مسؤوليتهم لتنفيذ إصلاحات حقيقية وملموسة تخفف من معاناة الناس بشكل عاجل وأكد الزبيدي على ضرورة إلاء العاصمة المؤقتة عدن مزيد من الاهتمام باعتبارها عاصمة للبلاد ونافذته إلى العالم والإقليم كما سقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزبيدي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك وفي اللقاء قدم الوزير بن مبارك التهني وتبركات بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونجاح مشاورات الرياض ونقل بن مبارك تحيات منتسبي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وسلك الدبلماسي مثمنا الجهود التي يبدلها لتقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود لتخطي المرحلة الحرجة التي يعيشها شعبنا وجدد معالي وزير الخارجية التزام وزارته بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي استعدادها لتنفيذ كافة المهام المنوطة بها التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبد الله صالح نائبة السفير الكندي لدى المملكة العربية السعودية جين الخوري جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات على الساحة اليمنية وأهمية النتائج التي خرجت بها المشاورات اليمنية اليمنية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض تحت مظلة مجلس التعاول لدول الخليج العربية وذلك بهدف تحقيق المصالحة الوطنية والدفع قدما نحو الجهود عملية السلام كما تم تناول اللقاء عددا من ذات الاهتمام المشترك وأولويات مجلس القيادة الرئاسي والاستعدادات للعودة إلى المحافظات المحررة والعمل على ترسيخ الهدنة رغم تزايد خروقاتها من قبل ميليشيا الحوث الإيرانية وأقدمت نائبة السفير الكندي للعميد طارق صالح التهني وتمريكات بمناسبة تشكيل المجلس القيادة الرئاسي وانتقال السلطة صعدت ميليشيا الحوث الإيرانية خروقاتها للهدنة لليوم السابع على التواري في جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز وطالع وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة في تقرير له بأن قوات الجيش الوطني رصدت 141 خرقا للهدنة ارتكبتها ميليشيا الحوث الإيرانية منها 44 خرقا للهدنة في جبهات غرب حجة و43 في جبهات محور تعز و25 خرقا للهدنة شمال وغرب والجنوب ومأرب و18 خرقا للهدنة في محوري البرح وحيس و8 خروقات للهدنة في جبهات شرق وشمال الجوف و3 خروقات للهدنة في جبهة كتاف البقع وجبهة الفاخر بالضالع وأشار تقرير إلى أن الخروقات تنوعت بين استهداف مواقع قوات الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات إضافة إلى عمليات شق طرقات ونشر قناصة في عدة مواقع انتهى الموجز شكرا للمتابعة وإلى اللقاء